بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بنعمة ربنا معدنا النهاردة مع الجزء الثاني من الإصحاح الأول من سفر الرؤية أنا يحن أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت في الجزيرة التي تبعى بطمص من أجل كلمة الله ومن أجل جهادة يسوع المسيح نلاحظ هنا كلمة الصبر كلمة اتكررت وهتتكرر كتير في سفر الرؤية والمسيح بيكتب هذه الرسائل ويحنى بيبعثها لأسيا كنيس أسيا لأنها كانت بتحتمل اتهادات الإمبراطور بصبر بطولة بال يعني وده مثال ونموذك حي لإحتمال الألام والاتهادات والأوجاع والضيقات في الدنيا بطولة بال بصبر يعني وكأن ربنا هنا بيكافئ يحنى على احتماله وعلى صبره ففي بعض الضيقات والمشاكل أحيانا بيبقى لطولة البال والاحتمال هي الحل يعني الإنسان يصبر يعني ساعات يبقى حد في ديقة ويقول أنا لازم أتصرف أنا لازم أتحرك أنا لازم أجري أنا لازم أعمل نقول له أصبر يعني طول بالك ربنا ينظر لصبرك وطولة بالك ويكفأك يعني ويعوضك يعني أفضل منك أنت تهرب وتجري وتخسر البركة بتاعت ربنا وإحنا قدام نموذج للصبر وللاحتمال يعني هنا يحنى رغم أن هو كان منفي والإمبراطور رمى في الزيت المغلي وبعدين لما لقى ما جرالهش حاجة راح نفاه في جزيرة محشة قفر ما فاش أي وسيلة من وسائل الحياة الكريمة كان ممكن بقى يعدي ينعي همه ويتزمر ويقول وأنا كان زم بإيه وأنا جرالي إيه وانتها الصبر وطولة البال لقى في هذه الرؤية العجيبة تعزية يفكرني بالظبط زي أيوب لما شاف في ضيقته شاف ربنا أو حسقيان لما كان مسبي في السابي شاف ربنا جالس على العرش أو يعقوب وهو هربان من وجه أخوه شاف السلم اللي بيربط بين الأرض والسماء لذلك رجع هنا يحنى وقال أنا أخوكم وشريككم في الضيقة كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق كنت في الروح هنا بقى عينه الروحية بتنفتح عشان يشوف رؤى فكان في حالة روحية كان فيه هنا الاتجاه الروحي في حياته غالب عليه بيغلب على ناحية الجسدية لا تقوده ميول الجسد ولا شهواته ولكنه منجزب نحو الروح ولكنت في الروح في يوم الرب اللي هو يوم الحد طب يا يوحنى يوم الرب ده مفروض تروح الكنيسة أنت راجل أسقف قال لا بس أنا مرحتش الكنيسة صحيح ولكن أنا كنت في حالة روحية ورأيت رؤى سماوية عزتني تعزية كبيرة جدا سمعت ورائي هنا فيها نوع من التدرج يعني إيه؟ يعني يوحنى مش هيحتمل يشوف الرؤية مرة واحدة وبعدين الأمور اللي بيتكلم عليها أمور محجوبة عن أعين البشر فابتدر ربنا يجهزوا يعني ما تدلوش الرؤية مرة واحدة كده عشان يعني تبقى نقلة فجائية ترعبوا أو تخضوا ولكن يعني بيديلوا الرؤية بتدريج يعني فالأول من وراء كده سمع صوت كصوت البوق طبعا يوحنى عارف صوت البوق لأنه كان بيستخدم في العهد القديم يأما للإنذار بالحروب يأما إنذار بالرحيل وبالسفر يأما إنذار بال يعني احتفالا بالأعياد أخدي بالكم لكن سمع هذا الصوت يعني ما بين الحقيقة والواقع يعني ترى هو ده مش هو لسه الأول في البداية الرؤية ما كانتش واضحة بالنسبة له وبعدين يقول له قائلا أنا هو الألف والياء الأول والآخر الذي تراه أكتب في كتاب وإرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا إلى أفاسوس وإلى سيميرنا وإلى برجاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردوس وإلى فيلاديلفيا وإلى لوديكيا أنا هو الألف والياء الأول والآخر الأول والآخر الأول يعني فيش حد قبلي والآخر يعني فيه ما ليش نهاية فهو أزلي أبدي لا يحصره الزمان هو واجب الوجود وأخدين بالكم هو أول الخليق هو مبدأها هو رأسها هو مدبرها ولكنه تنازل وصار كالعبد ومن أجل خلاص الإنسان والكنائس اللي ذكرت هنا دي دي كنائس حقيقية من اللي كان بيخدمها القديس يحنى الرسول ولكن هذه الرسائل هي مرسلة للكنيسة في كل زمان وفي كل مكان عبر كل زمان في كل وقت اللي حصل إيبقى أنه أول تفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفيت ورأيت سبعة مناير من ذهب السبع مناير دولت عبارة عن سبع كنائس وليه شبهت الكنيسة بمنارة لأن المنارة دي فيها نور والكنيسة هي نور للعالم وذهب لأنها سماوية فشاف كنائس سماوية منيرة بدو جميل وفي وسط السبعة مناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتونطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب من أروع المناظر اللي نشوفها في سفر الرؤية هذا المنظر المسيح وسط الكنيسة بيرعاها وبيقودها ويدبر أمورها ويقودها إلى بر الأمان وسط هذا العالم المضطرب اللي بيعج بالأخبار المزعجة زي السفينة اللي مشي في بحر هايج لكن الربان حكيم وقائد ويتحكم فيها ويحميها من المخاطر شبه شبه ابن إنسان هنا المسيح له شكل إنسان ويحنى كان بيعرف المسيح وعشره وكان بيتكئ على صدره يعني كان قريب إلى قلبه وعارفه كويس جدا لكن ليه هنا لما شافه وصفه أنه شبه ابن إنسان طبعا بسبب المجد اللي كان فيه لأنه بعد ما جلس عن يمين الآب توصف كده أنه شبه ابن إنسان وصورة المجد الباه العظيم خلا يقول آه هو ده اللي أنا أعرفه شبهه تقريبا يعني فوصفه أنه شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين طبعا الثياب الفياض الوسعة دي ثياب الكهنوت والمسيح هو رئيس كهنة بيأشفع فينا ولابس منطقة من ذهب عند ثديين المنطقة اللي من ذهب عند الثديين دي كانت عبارة عن ده لبس القضاء يعني الحكماء من هنا هو كده هو دانيال ودانيال لما شاف الرؤى شاف السيد بمنطقة عنده حقويل حقويل هي يعني آخر الوسط من تحت يعني في بداية الرجل إيه الفرق بقى إن دانيال دا كان في العهد القديم قبل التجسد فشاف هذا الوضع المنطقة اللي من تحت دي معناها أنه بيستعد للعمل فكان يستعد للتجسد لكن يحن لما شاف في سفر الرؤية شاف المنطقة عند الثديين لأن دا لبس القضاء الحكماء فكان يستعد لعمل الديان الديان العادل اللي هيجلس لكي يدين زهب يشير للسماويات فهو قاضي سماوي يدين بحسب قوانين السماء وليست بحسب قوانين البشر أما رأسه وشعره فأبيضان كالسوف الأبيض كالثلج وعينه كلهيب نار رأسه وشعره أبيضان كالسوف الأبيض كالثلج دي بقى لها تفسيرين إيه هما بقى أولا الشعر الأبيض دا دا يرمز للحكمة والأزلية فهو قديم الأيام وأخدم بالكم والشعر هنا يشير للكنيسة لأن الكنيسة هي شعر المسيح الملتسق برأسه وأبيض لأن المسيح هو برنا هو اللي طهرنا وغسلنا بدم وطبيق سلني فأبيض دا أكثر من السلك وعينها كلاهيب نار هنا بقى احنا بنشوف العريس صهران علينا بعينه فبنلاقي عينه ساهرة حارسة حافظة للإنسان عكس الأشرار بيشوفوا العينين الكلاهيب نار دي بيشوف يتخض منها بيشوفها عملاله رعب فإحنا بنشوف المسيح وله عينان كلاهيب نار كمؤمنين يعني بتبقى مصدر اتمئنان لنا لأن هذه النار بيحرق الشهوات والخطايا اللي فينا وينق قلوبنا ويزود محبتنا أكتر للإيمان والبعضنا البعض العكس بقى أعداء المسيح يروا في هذه النظرات الرعب والخوف وزي ما جي برضو هنا يقول الجبال اسقطي علينا والأكام غطينا وكذا هو يعني رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون وصوته كصوت مياه كثيرة في الكتاب المؤدس النحاس يشير للدينون والمسيح يتجسد عشان يدين الخطية والنحاس يشير لجسد المسيح اللي أتى لكي يدين الخطية النار محميتان بالنار يعني ده اللهوت هنا نار اللهوت والنحاس المحمى بالنار إشارة لاتحاد اللهوت بالنسود والقدمين إشارة لإمكانية أن المسيح داس الحيات والعقارب وكل قوات العدو وكل الخطايا والشهوات الرضية وصوته كصوت مياه كثيرة لأن روح الله بيشبه بالمياه دايما ولما بيعمل في المؤمنين اللي بيجوا بقى من الشرق أو من الغرب وكده بيسبحوا ربنا بلغة تشبه صوت المياه الكثيرة وأحكي لكم قصة لطيفة كنا في زيارة لمدينة القدس إن شاء الله كلكم تروحوا وتزوروا وبعدين قالوا لنا يمشوا في طريق الألام مشينا في طريق الألام لقينا كل الشعوب بقى ناس جاية من الهند وناس جاية من أمريكا اللاتينية وناس جاية من أوروبا وناس جاية من كل قرات العالم أشكال وألوان مختلفة على قدر الاختلاف يعني وإيش أسود وإيش أصفر وإيش أحمر وإيش أزرق ألوان البشر غريبة جدا جدا وكل مجموعة مالة ترتل أو تسبح بلغتها وفعلا في هذا المشهد أنا يعني افتكرت حتة صوت مياه كثيرة تسمع أصوات كل واحد بيسبح ربنا بلغته وبطريقته وبالملودي بتاعته وكأن إحنا في بحر في هدير المجعملة تعمل من هنا ومن هنا ومن هنا وده بيسبح بالصين وده بيسبح بالياباني وده بالعربي وده بالإنجليزي وده بالأمهاري وده بالألوان وأشكال كثيرة جدا رغم أن السيد المسيح لما كان على الأرض ذكر عنه أنه لم يسمع أحد في الشوارع صوته لكنه بقى كديان هيكون مرعب ومخيف يقول كمان إيه في آية 16 ومعه في يده اليومنا سبعة كواكب وسيف ماض زوحة دين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيئ في قوتها السبع كواكب اللي مسيحهم في يده ده الأسائفة الكنيسة بشيلهم بيرعاهم بيحميهم بيحافظ عليهم وفيه صورة جميلة للمسيح واخد الكنيسة في حجنه كده يحميها ويحافظ عليها والسيف الماضي زوحة الدين دي كلمة ربنا بقى تخرج من فمه كأنها سيف قاطع وجهه كالشمس ده تشبيه جميل في المجد والبهاء إن الإبن لما جلس عن يمين القاب بقى وجهه يضيء كالشمس بنور قوي مبهر نار مطهرة تعطي دفء وحرارة وحياة ومناخ النبي لما ذكر عنه قاله أنه شمس البر تشرق والشفاء في أجنحتها واخد مبالكم لما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لا تخف أنا هو الأول والآخر الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين أمين ولي مفاتيح الهاوية والموت صعب جدا أن البشر يحتمل أنه يشوف مجد المسيح ويمكن ده اللي حصل قبل كده مع دانيال لما شاف الرؤية بتاعته مع حسقيال وحصل أيضا مع التلاميذ على جبل التجلي بطرس ويعقوب ويحنى نفس المواقع دي كلها حصلت لكن كل ده حصل في العهد القديم كانت عبارة عن ومضات من المجد وتختفي بسرعة لأن إحنا كنا لسه في العهد القديم قبل الفداء لكن يحنى هنا في الرؤى شاف مجد زي الشمس حاجة منورة بس برضو ما احتملهاش ما حدش يحتمل كلهم لا بيحتملهم لأن الإنسان طالما في الجسد فهو ضعيف اللي حصل إيه بقى؟ إن ربنا من محبته أعطف على يحنى وحط إيده اليومنا عليه عشان يعطيه قوة يعطيه طمأنينة يهدئ من روعه ومن خوفه وأقامه وأعلن له عن شخصه وقال له أنا هو الأول والآخر الحي وكنت ميتا الأول والآخر ده دي الشهادة اللي قالها عن نفسه يهوى الإله العظيم إلهنا العظيم يهوى في أشعية صح 44 لكن الحي وكنت ميتا دي ما تتقالش قال على المسيح للمجد في موته وقيمته وبكده نعرف أن هما الاتنين دول واحد أن المسيح هو ظهور للإله العظيم اللي ينا على الأرض وهو قاس الموت بالجسد عين الموت بالجسد عشان يتمم الخلاص لكنه قام من الأموات فمن يؤمن بهذه الآية يؤمن بالمسيح هو الإله الظاهر في الجسد وبعدين أعلن أنه له سلطان سلطان على الهاوية له سلطان أنه يغلق الجحيم أو يفتحه في وجه الأعداء الأشرار ويقول أنه حي إلى أبد الآبدين أنه الحياة من طبيعته أكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا سر السبعة الكواكب التي رأيت عن يميني والسبعة المناير الزهبية السبعة الكواكب هي ملائكة الكنائس السبعة والمناير السبعة التي رأيتها هي السبعة كنائس أكتب ما رأيت يعني اللي أنت شفته أن المسيح حال وصن كنيسته بيحملها زي الأم التي تحمل رضيحها بتقيته وتغزيه وتحميه وتحافظ عليه عشان المؤمنين يعرفوا محبة المسيح للكنيسة وإحميته لها ما هو كائن يعني الحال الحاضر بتاع الكنيسة وهنا لما هندرس الأصحيحين الجايين هنشوف إزاي بيواجه هذه الكنائس بأخطاءها وبيطلب منها أنها تتوب عن هذه الأخطاء ما هو عتيد يعني اللي هيحصل قريب للكنيسة لحد ما جيئه التاني ربنا يبارك في هذه الدراسة ويجعلها سبب بركة ويبارك في حياتكم اللي لليها المجد والكرام إلى أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر